السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا تاسع؟ اليوم ان شاء الله رح ناخد درس جديد ودرس عنوانه كمان جديد علينا معاملنا اخدنا عن الوحدة الايطالية اليوم ان شاء الله رح نحكي عن الوحدة الايطالية تمام؟ نبلش في درسنا عن الوحدة الايطالية افتح كتابك معي صفحة 73 وبلش تبع معي من اول الدرس عوامل قيام الوحدة الايطالية ما هي عوامل قيام الوحدة الايطالية؟ او اذكر عوامل قيام الوحدة الإيطالية أو بيّن عوامل قيام الوحدة الإيطالية الشي عوامل الوحدة الإيطالية أول شغلة نمو الروح القومية لدى الشعب الإيطالي نمو الروح القومية لدى الشعب الإيطالي الشغلة الثانية انتشار أفكار الثورة الفرنسية ومبادئها في إيطاليا انتشار أفكار الثورة الفرنسية ومبادئها في إيطاليا ثلاثة شجاعة القادة السياسيين في إيطاليا شجاعة القادة الإيطالية القادة السياسيين في إيطاليا الشغل الرابعة السياسة النمسوية المستبدة في إيطاليا تمام؟ يعني هذولا أربع عوامل هم من العوامل التي ساعدت على قيام الوحدة الإيطالية وساعدت أنه سير عندي فيه إشي اسمه وحدة إيطالية لهو الاستقرار الإيطالي هاي العوامل أدت إلى قيام الوحدة الإيطالية أدت إلى قيام الوحدة الإيطالية وطبعا هي مهمة جدا ميجي لأقسام عدة أقسام إيطاليا قبل الثورة الفرنسية عدة أقسام إيطاليا قبل الثورة الفرنسية عدة أقسام إيطاليا قبل قيام الثورة الفرنسية كانت إيطاليا مقسمة عدة أقسام أول أقسام اللي هي واحد الممالك طبعا هلأ رح تقولي وينهم يا ميس هم الموجودين عندك مش اللي موجودين الألف با الموجود واحد واحد الممالك صح ديري الصفحة لورا في عندك الولايات البونية دقيات والجمهوريتي لماردة وبندكية سوف تشفتها هدول هم نيجي لأول وحدة الممالك الممالك تشمل مملكة بيدومونت مملكة سكلتين نيجي لأول وحدة اللي هي بيدومونت بيدومونت أين تقع تقع في الشمال الغربي بمحاذاة فرنسا إذن بيدومونت أين تقع تقع في الشمال الغربي بمحاذاة فرنسا بيهمني كتير أنك تعرف لكل وحدة وأين تقع تقع في الشمال الغربي في محاذاة فرنسا تمام مملكة الثانية اللي هي مملكة سقلتين شو هاي وين تقع تقع في الجنوب مهم جدا 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 انك تركز وين تقع تقع وين في الجنوب كان ممالكها لمن يخضعوا يخضعوا للنفوذ النمساوي اذا تقع في الجنوب وكان ممالكها يخضعون للنفوذ النمساوي تمام اذا هديك حكينا انها تقع في الشمال الغربي ضروري جدا تربط بهذه الطريقة الثانية تقع في الجنوب وكان ملوكها يخضعون للنفوذ النمساوي تمام؟ واضح؟ واضح لهون؟ نكمل حكينا القسم الثالث الموجود عندي القسم الثاني اللي هي ولايات البوبية البوبية تقع في وسط إيطاليا تقع في وسط إيطاليا عاصمتها مين؟ عاصمتها روما إذن تقع وين؟ تقع في وسط إيطاليا عاصمتها مين؟ عاصمتها روما نعيد مع بعض تقع وين؟ تقع في وسط إيطاليا عاصمتها روما الموقع الثالث اللي عندي أو التقسيم الثالث اللي هي إذا حكتي للإمارات الصغيرة كمان صحيحة الإمارات الصغيرة أين تقع؟ تقع في وسط إيطاليا إذن هاي تقع في وسط إيطاليا والبوبية كمان تقع في وسط إيطاليا بس هاي وين تقع؟ شمال الولايات البوبية شمال الولايات البوبية إذن إمارات صغيرة تقع في وسط إيطاليا شمال الولايات البوبية تمام؟ نيجي النقطة الرابعة لهي جمهرتين لمارديا وبندقية أين تقع؟ تقع في شمال إيطاليا أي تقعان في شمال إيطاليا تقع في شمال إيطاليا إذن البوبية وسط إيطاليا الإمارات الصغيرة وسط إيطاليا الجمهورتين وين بقعوا؟ في شمال إيطاليا ضروري جدا يا ميس تركز على كل واحدة وأين تقع هذا مهم جدا يعني أنا جايب عليها سؤال 100% بالانتحان النهائي فإذن ضروري وأنت تحفظ تركز منيح منيح وين تقع حاي؟ وين تقع حاي؟ يعني تقع في وسط إيطاليا تقع مثلا في شمال إيطاليا تقع مثلا في الجنوب ضروري جدا أنك تركز و أنت بتحفظ واضح؟ نكمل هلأ في عندك سؤالين جنب الرسم اللي عندك اللي هي خريطة تبين أقصام إيطاليا قبل الوحدة حكيا أقصام إيطاليا لهم من الأربع أقصام الممالك، البوبية، الإمارات الصغيرة والجمهورتين لمردو والمندقية هلأ في عندك الخريطة هاي في جنبها سؤالين في أي قارة تقع إيطاليا؟ في أي قارة؟ في أوروبا إذن سمي دول محيطة بإيطاليا من عندي دول محيطة؟ ليهي سويسرا فرنسا النمسا سويسرا فرنسا النمسا إذن أين تقع إيطاليا؟ في أوروبا سمي دول محيطة بإيطاليا سويسرا فرنسا النمسا تمام؟ مهم جدا أنك تحفظ لي كمان هدو pumping thi THEM يعني هذا الدرس النهائي مهم جدا أنك تحفظه نكمل ياميس هلأ أنا ما بيهمني تعرف لي كيف أجه نابليون بيهمني أنه تعرف أنه جاء نابليون بحملة عسكرية تمام فقدع على كتير ولايات يعني قدع على كتير ولايات عديدة وأحمل في عندي ثلاث ممالك يعني عهل ثلاث ممالك خاصة كانت بنابليون يعني نابليون لما أجه وقام حملة عسكرية كتير كبيرة في إيطاليا عمل ثلاث ولايات إيش هي ثلاث ممالك ثلاث ممالك أول إشي مملكة بيديمونت مملكة إيطاليا مملكة نابولي بيديمونت مين ضمت ضمت الساحل الغربي لإيطاليا إذن بديمونت ضمت الساحل الغربي لإيطاليا إيطاليا من ضمت ضمت الجزء الشمالي نابولي من ضمت ضمت الجزء الجنوبي من إيطاليا إذن بديمونت ضمت الساحل الغربي لإيطاليا إيطاليا ضمت الجزء الشمالي نابولي ضمت الجزء الجنوبي من إيطاليا واضح؟ مفهوم لهون إذن أعيدكم مرة إنه جاء نابليون بحملة عسكرية حملة العسكرية خلت إنه يقضي على كتير ولايات لما قضع كثير ولاية حقق انتصاره شو عمل عمل ثلاث ممالك ايش هم الممالك بديمونت ايطاليا نابولي بديمونت وين ضمت ضمت الساحل الغربي لايطاليا ايطاليا من ضمت ضمت الجزء الشمالي نابولي من ضمت ضمت الجزء الجنوبي من ايطاليا واضح مفهوم تعال عندي على الاخر فقرة موجودة عندك هلأ له هاي الفقرة اكتب عندي سؤال وطبعا هذا السؤال مهم جدا 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 ايش السؤال علل عقد ملوك اوروبا مؤتمر في مدينة فيينا علل عقد ملوك اوروبا مؤتمر في مدينة فيينا طبعا هذا المؤتمر عقدوه بعد سقوط نابليون يعني بعد من نابليون حقق انتصاراته عمل ممالك رجع بعد كل انتصاراته سقط فقدرت انها تعمل ملوك اوروبا مؤتمر في مدينة فيينا طب ليش عملت هذا المؤتمر بهدف اعادة تنظيم خريطة اوروبا بهدف اعادة تنظيم خريطة اوروبا الشغل الثاني اخماد الحركات الثورية فيها إذن بهدف إعادة تنظيم خريطة أوروبا يرجعوا يعيدوا اللي عملوا نابليون والشغل الثاني إخماد الحركات الثورية فيها إذن حكيت لك إياها بسؤالي كتير مهم بحكي لك علل عقد ملوك أوروبا مؤتمر في مدينة بيانا ليش؟ بهدف إعادة تنظيم خريطة أوروبا وإخماد الحركات الثورية فيها يعني هم يرجع يصلحوا اللي يخربوا نابليون تمام؟ أذكر الجمعيات السرية التي نشأت في إيطاليا أبان سقوط نابليون وعودت نفوذها للنمسا وعودت نفوذ النمسا فيها تمام؟ يعني اذكر الجمعيات السرية صار في عندي جمعيات سرية بعد ما سقط عندنا بليون بعد ما سقط عندنا بليون عملوا جمعيات سرية هاي جمعيات السرية وانا أنشأناها أنشأناها في إيطاليا وعودة نفوذ النمسا رجعت فيها النمسا رجعت أعدت فيها تمام؟ أول جمعية سرية كانت عندي في إيطاليا هي جمعية الكربوني جمعية الكربوني هي جمعية حارقو الفحم حارقوا الفحم مين ضمت؟ ضمت عدد من ضباط الجيش مما أنهوا خدمتهم العسكرية إذن هي ضمت عدد من ضباط الجيش الذين أنهوا خدمتهم العسكرية طبعا ليش أخذوا هدول؟ لأنه هدل بكون طبعا أشخاص كتير قواية وبكونوا أشخاص عندهم خبرة كتير كبيرة لأيش تهدف هاي الجمعية؟ تهدف إلى طرد النمسا وتوحيد إيطاليا وأقامت حكم دستوري في البلاد إذن لماذا تهدف؟ تهدف إلى طرد النمسا توحيد إيطاليا إقامة حكم دستوري في البلاد تمام؟ واضح؟ أعيد كمان مرة بجولك سؤال بحكي لك مين هي الجمعية التي أطلق عليها حارق الفحم؟ هي جرمية القربونيري تمام؟ بحكي لك مين ضمت؟ تحكي ضمت عدد من ضباط الجيش مما أنهوا خدمتهم العسكرية لماذا تهدف؟ تهدف إلى طرد النمسا توحيد إيطاليا إقامة الحكم الدستوري في البلاد تمام؟ واضح لهم؟ نأخذ الجمعية الثانية اللي هي كمان كانت من الجمعيات السرية التي أنشأت في إيطاليا اللي هي جمعية إيطاليا الفتاة جمعية إيطاليا الفتاة مين أسسها؟ أسسها جوزيف مازيني ضروري جدا تركزلي على اسم مازيني يعني إذا عندك تحفظ جوزيف احفظ لي اسم مازيني تمام؟ إذن مين أسسها؟ أسسها جوزيف مازيني مين أسسها؟ جوزيف مازيني إيش كان شعارها؟ كان شعارها الله والشعب كان شعارها الله والشعب إذا مين هي الجمعية التي كانت شعارها الله هو الشعب هي جمعية إيطاليا الفتاة إلى ماذا تهدف هذه الجمعية تهدف إلى طرد النمسا من إيطاليا وتحقيق الوحدة طرد النمسا من إيطاليا وتحقيق الوحدة تمام هلأ أكتب عندي سؤال ما الذي ترتب على إنشاء تلك الجمعيات السرية ما الذي ترتب على إنشاء جمعيات إنشاء تلك الجمعيات السرية إيش عمل لي الجمعيات السرية لما إحنا إنشأنا الجمعيتين هدوير إيش عملت عملت على إقاد الروح القومية في إيطاليا على إقاد الروح القومية في إيطاليا إذن شو اللي خلي عندي الروح القومية في إيطاليا تصحى اللي هي جمعيات السرية واضح كم جمعية سرية عندي جمعيتين وين أنشأناهم في إيطاليا مين هي الجمعية التي كانت شعارها الله والشعب إيطاليا الفتاة مين اللي أسسها مازيني اللي هي إيطاليا الفتاة إيش كانت تهدف تهدف إلى طرد فرنسا من إيطاليا وتحقيق الوحدة طبعا هو الدرس صحيح طويل بس هو سهل تقدر انك تحفظه وتقدر انك تحاول تربطه ببعضه حتى انك ما تلاقي صعوبة فيه تمام نيجي لوحدة ايطاليا اكتب عندي سؤال اذكر اهم الاصلاحات التي قام بها كافور وساهمت في الوحدة في ايطاليا عد كمان مرة اذكر اهم الاصلاحات التي قام بها كافور وساهمت في وحدة ايطاليا اصلاحات داخلية واصلاحات خارجية اذا لو جبتلك هات السؤال بس هيك ما حكيتلك ايش تاني بتحكيلي داخلية وخارجية طب اذا جبتلك اذكر الاصلاحات الداخلية التي قام بها كافور وساهمت في الوحدة الايطالية بتحكيلي داخلية اذا قلتلك اذكر الاصلاحات التي قام بها كافور والاصلاحات الخارجية بتحكيلي الخارجية نيجي للاصلاحات الداخلية ايش هي اصدار قوانين تحدد من نفوذ الكنيسة يعني هي اصدار هالقوانين حتى تحدد تحدد من هي الكنيسة الشغلة الثانية تنظيم الجيش وتقويته ثلاثة بناء أسطول للحربي أربعة تأسيس شركة صناعية خمسة تحديد المواصلات هلأ كيف أنا بجيب لك هذا السؤال؟ بجيب لك هذا السؤال بحكي لك إصدار قوانين تحدد من نفوذ الكنيزة أو ممكن أحكي لك مثلا ضم ولايات الوسطى أو ممكن أحكي لك طرد النمسا من إيطاليا أني واحدة فيهم إصلاحات داخلية عرفت؟ واضح يا ميس إذن لهون ضروري جدا أنك تميز بناتهم وضروري جدا أنك تحاول تحفظهم مش شرط حفظ حفظ أقل ما فيها تفهمهم تمام؟ نيجي للإصلاحات الخارجية الإصلاحات الخارجية أذكر أهم الإصلاحات الخارجية التي قام بها كافور إش هي؟ بس هي نقطة واحدة التحالف مع فرنسا لتساعدها في تحرير إيطاليا من النمسا إذن التحالف مع فرنسا لتساعدها في تحرير إيطاليا من النمسا فإذا لجبت لك بالامتحان التحارف مع فرنسا التي تساعدها في تحليل إيطاليا من النمسا هو كان من الإصلاحات الداخلية الخارجية غير ذلك إيش رح تختار؟ رح تختار خارجية طيب لو جبت لك بالامتحان تقوية الجيش ومثلا تنظيم الجيش وتقويته هي من الإصلاحات الداخلية الخارجية غير ذلك داخلية تمام؟ عرفت ضروري جدا أنك تميز واضح؟ مراحل توحيد إيطاليا مراحل توحيد إيطاليا هلأ أنا شو طلب منك هاي الصفحة؟ أطالب منك إنه إحنا كم مرحلة صارت عندي؟ خمس مراحل المرحلة الأولى بشو صارت؟ تحرير لمرضية والحارب مع النمسا إذن بس تحرير لمرضية والحارب مع النمسا تمام؟ طب مرحلة الثانية شو صارت عندي؟ ضم ولايات الوسط المرحلة التالية الثالثة ضم مملكة سقلية ونابولي الرابعة ضم البندقية الخامسة روما فأنا رح أجب لك بالامتحان أحكي لك مثلا ضم ولايات الوسطة هي من المرحلة أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة إني واحدة ثانية طب ممكن أجب لك ضم البندقية هي من المرحلة أولى ثالثة رابعة رابعة تمام؟ ضم راما هي المرحلة الخامسة صح ولا غلط؟ صح طب أنا عندي كمان تعريف هون كتير مهم الدول الموحدة شي يعني دول موحدة؟ هي دول موحدة أو وحدة السلطة ووحدة القوانين ووحدة الأرض يعني هي السلطة والقوانين والأرض هي مش ترك بينهم كلهم لهيك إحنا سميناها دول موحدة تعني وحدة السلطة ووحدة القوانين ووحدة الأرض تمام؟ واضح يا مثل هون بهيك طبعا من كون خلصنا درسنا فبتمنى منك أنك تلقي التلخيص أول بأول معي وتحاول تحفظ أول بأول حتى ما تلاقي صعوبة بين يوم المديحان تمام؟ ولا تحكي الدرس طويل والدرس صعب والمس ما شطط منه لأنه أنا حاولت أخفف منه أد ما أقدر تمام؟ فياريت أنك تحفظ مية أول بأول وتحاول تلخص مية أول بأول وتركز على الأسئلة لأنها هلأ حكيتها داخل الملخص تمام؟ واضح يا مثل؟